كده هنكون خلصنا أخبارنا ومتابعتنا لأخبار لعبتنا مع منتخبات مصر هنروح للخماسي الحديث لا يمكن فيه خبر قبل كده تمام لا فيه خبر يخص الاسكواش قبل ما نروح لخارج النادي الأهلي يوسف طبعا سليمان يصطدم بالبرو في ديجو إلياس بثمن نهائي قطر الدولية الاسكواش أنا قلت لكم يمكن الحلقة اللي فاتت ان احنا في سكواش يوسف سليمان عندنا زي ما عندنا يعني مصطفى عسل عندنا يوسف سليمان يوسف سليمان من اللعيبة اللي بتلعب بي اس اي رجال الحقيقة يعني عامل شغل كويس ترتيبه جيد جدا دخل بطولة قطر الدولية ما لعبش في الدرو الأولاني دخل على المين درو بيصطدم في مباراة صعبة جدا جدا مع ديجو إلياس ديجو إلياس ده يعني احد المصنفين الكبار يمكن التالت او الرابع على مستوى العالم البطولة بتتلاهب من 10 ال 16 سبتمبر بس ان شاء الله نتمنى ليوسف سليمان ان يفوز ويعدي من ثمن انهاء ان شاء الله البطولة البطولة مجموعة جوئزة 187 ألف دولار طبعا زي ما قلت لحضراتكم القرعة جنبت يوسف ان يلعب الدور التمهيد وسعد على طول الدور الرئيسي يقدرون يتغلب على الهندي صراف جسال بنتيجة 3 صفر وكانت نتيجي الأشواط 11 3 12 2 11 6 تفاوض كاسح طبعا ليوسف سليمان فماتش قاعد تقريبا 37 دقيقة دوقات ولايل جدا في السكواش يوسف سليمان طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيقدم مستوى كويس وهو مصطفى عسل نتمنى نشوف الاثنين في صدارة التصنيف أول وتاني بإذن الله على مستوى العالم